نخد الوثيقة اللي بعدها وثائق اليهودو وثيقة اليهودو اليهودو كمان من القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد برضو مكتوبة في الحروف المسمارية ولكن هذا من اسم كلمة يهود ودورة من رنن في بلنا اليهود يعني ولكن هي مجموعة لوحات من الطين من القرنين الخامس والسادس بتعطينا معلومات عن حياة الماسبيين نحن إسا حكينا عن حياة الملك وحشيتو طيب شو مع الماسبيين؟ كمان هون موفق حياة الماسبيين من ملكة يهودا في بابل بعد خراب الهيكل الكتابة مسمارية مكتوبة بلغة الأكادية يعني اللغة المستعملة في بابل وبتحكي عن مسائل قانونية وإدارية دفع الضرائب القروض وهون بيبرز مجموعة من أطراف هاي الاتفاقيات اليهوداي اللي حسب أسميه هون مبين أنه هون من يهودا من مملكة يهودا وبتفرجي هاي الوثائق قديش مهمة أنه هون يحافظون لهم على معطيهم مجال أنه هون يحافظوا على هويتهم لغتهم ثقافتهم دينهم طالما هون يعني ما بتعرضش مع الحكم اللي في بابل وطبعاً يشهد عنها الكتاب المقدس في أرمية 29 عن رسالة النبي أرمية اللي بعتها من يهودا للمسبيين وقال لهم هيك بهذا التعبير كمان ابنوا بيوتاً وسكنوا اغرصوا جنات كلوا ثمرها خدوا نساء اعطوا بنيكم نساء اعطوا بناتكم رجال واكثروا هناك ولا تقلوا بالفعل كان فيه تعامل كبير تعامل محترم وعطوهن يعني كمية الناس اللي طلعوا اعطوهن مجال انهن يعيشوا بشكل محترم تازو كمان يعني فعلاً الاشي العجيب أخ مكرم انه بتشوف نفس الكلمات ونفس الكتابات موجودة في الكتاب المقدس وهي نبوة أرمية طبعاً اللي رفضوها في أيام صدقية وسبب السبي البابلي نخدم المرسوم كمان اللي هي بعد مملكة بابل نختم في المرسوم برضو بكمل الصورة من بعد السبعين سنة الملك كورش سمح لهم انهم يرجعوا كمان 538 قبل الميلاد برضو المرسوم موجود على ألواح تنية وهذا المرسوم بالشكل الإسطواني اللي شايفينه بيكتبوا الملك كورش باللغة الأكدية وبيصمح للشعوب اللي طردها البابليين انه يرجعوا ويرمموا مع عبدهم ويمارسوا شعيرهم وهذا بالفعل يعني بنقرأ في رسالة في بداية سفر عزرة وفي أخبار الأيام في نهاية أخبار الأيام 36 والهدف انه يعني الله وضع في قلب هذا الملك كورش اللي يعني الكتاب أو الله يسميه راعية لانه عطاه إشارة انه يرجع وكأنه هو الراعي اللي بدي يرجع شعب يهوذة مش شعب إسرائيل مدينة آسف مملكة يهوذة يرجعون على بلادهم والهدف كان يعني انه يسمح سمح لليهود يرجعوا ليهودة ويرجعوا يعيدوا بناء الهيكل اللي احنا بنعرفه باسم بداية الهيكل الثاني في فترة زارو بابل وعزراء الكهن اشتركوا في القناة